ايه اهو نموذج مش بقول نه لازم يجي كابتن فروق جعفر انا الاخد كابتن فروق كاسم كبير نموذج هتلاقي نفس الكلمة دي ممكن اسمعها من كابتن طهر بوزيد ممكن اسمعها معمضتس محمود طهر ممكن اسمعها من كابتن عالي ابو جريشا ممكن اسمعها من أسمائها من.. من الكابتن محمد بوصلح بس الاتحاد حيفسكه فيا فسكندرية ممكن اسمعها من الدكتور واليد داعب بس ممكن اسمعها الموانس مجيد سامي ممكن اسمعها من الساد كامل ابو علي فور سعيد هاسمع الكلمة دي ممكن تعمل يعني انا بديك كامثلة ما بقولش برضو حصر ممكن تعمل مجلس قوي ومجلس مترفع ومجلس عنده دراية ومجلس متفتح على التطور الرهيب اللي بقى في الادارة الرياضية لانه المفترض من 20 سنة الكرة تتحول صناعة مش تتحول لمهرجان مسكن فانيلات وبنتحك عالناس كرة تتصنع وبتدخل فلوس وبتدخل عملة صعبة وبتطلع صفراء ليك برة وتبقى ماسك ورقة وقلم قاعد السنادي انا عندي ايه والبلان بتاعت ايه واشتغل ايه وصلت ال ايه والنقطة صفر وتبدأ منين والنقطة واحد والنقطة تلاتة والنقطة خمسة وقمة النجاح عندي السنادي لما اوصل لفين يعني طبعا زي ما قال الكابتن دي او كابتن فاروق كابتن حسام حسن لا يقبل كلمة اشراف ومش عايز اربط ده بغياب كابتن حازم امام وخلاص انا قول عنده بردو عنده كورونا والراجل الحقيقة عمل بوست للكابتن حسام حسن ويعني بيهنيه بيه كابتن حسام وكابتن ابراهيم بيهنيهم بيه تولي الكابتن حازم امام عمل كده يعني بيهنيهم بيتولي المسئولية وبيتمنى لهم التوفيق وبيتمنى لهم النجاح يعني خلاص اتقافل اهو الف مبروك لكابات من مصر وكل التوفيق اللي ما هو قادم ان شاء الله ده ستوري عامله كابتن حسن امام على الانستجرام ويعني هو اعلن عن خلاص شعوره وكابتن محمد بركات كان موجود عادي يهزر النهاردة وبتاعه مع التوأم وتمام خلاص يعني لكن كلمة اشراف لا يجرؤ حد يقول انا مشرف على المنتخب لا يجرؤ حد في الاتحاد يقول انا مشرف على حسام حسن ودي عجباني في حسام حسن وبراهم حسن انه ما حطه عارف انت حطه الجدار اللي ما فوش هزار جدار ما فوش هزار في الاخر انا حسام براهم حسن جهازي بالكامل جاي بالظاهر الشعبي مفيش حاجة اسمها اشراف طلباتي عشان هنجح واحد اتنين ثلاثة ودول خد بالك يعني بيهزروش يعني دول لو اتحاد الكورة ما عمل لهمش تقدم لهم كل ما يمتلك من امكانيات لانجاحهم مش هيهزروا لرأي العام هتنجح كله عارف كل حاجة عموما كل التوفيق للكابت الحسام وللكابت الابريم حسن مجهزهم بالكامل اللي اقلل النهاردة بشكل رسمي في مهمة صعبة لان مش مهمة بترش عندك ما تشات انت طالب تعدل الخطة وتكسب لا ومش هتكلم بقى انه صراح حييجي وما زي ما قاله كده وشي كابالا هنعايش احلى فترة معانا وصراح هيعمل نفسي القصة معانا كل دي امور فنية مش ده اللي مخوفني يعني شكل حتى المنتخب في الملعة مش مخوفني لكن المهمة الصعبة في كيفية تغيير جلد المنتخب دون ان تتأثر النتاج والنجاح هت فدي مسألة في غاية الصعوبة انت بتغير مش اقول بتغير جيل بس بتغير جلد وبتحاول تنزل بالأعمار السنية وبالتدريج ستيب باي ستيب هتلاقي اسماء مش موجودة واسماء بتطلع دون ان يتأثر المنتخب ونتائج هي دي الصعوبة لكن هو تحدي للكابتن حسام حسن والكابتن بريم حسن كل الناس بتصغ فيهم كل الناس بتأمل نجاحهم مش ان انا امسك فانيلة 2026 انا لو بمرن المنتخب حمضي على ورقة اقول لو ما وصلش 2026 اهدموني اهدموني يعني لجمعتنا يا جماعة ده هزار لكن حسام ابريم حسن اكيد اول حاجة بيفكروا فيها هيعملوا في ايه في 2025 في كاسم مش هيهزروا فيها مش قصة اوصل ونجد طموح جمال علام هنه يوصolar لكاس الامر. لكن طبع حسام حسن انه ينافس على كاس الامر. طبع حسام ابراهيم حسن انه ازاي يظهر نجاح لمنتخب مصر في كاس العالم ويكتب في تاريخهم ان اول جهاز مع منتخب مصر يتقاهل لادوار تالية عن الدور الاولاني. هطلع فاصل بقى. هتابع عدد من التقارير عن الكابتن حسام حسن. وهنشوف بتقارير عن النهاردة. نبدأ باللقاء الكابتن حسام حسن ولا نبدأ بالااااا بالتقارير عن المؤتمر. الاول خلينا نبدأ بالتقارير عن المؤتمر مع الكابتن حسام حسن. بعدين عندنا لقاء معاه وعندنا رسائل قراءة في رسائل الكابتن حسام والحسن في المؤتمر الصحفي وعندنا كمان لقاء مع الكابتن ابريم حسن وعندنا لقاءة مع زملاء نقاط رياضيين بيتكلموا عن تولي الكابتن حسام حسن منتخب مصر او حتى سر غياب الكابتن حسن امام عن المؤتمر وارجع اتواصل معكم